اليمن الذي لا يهدأ ينتقل من أزمة إلى أخرى حتى غرق في انهيار الدولة ويلوح به شبح التشضي والتشتت بعد أن لعبت ميليشيا الحوثي أسوأ دور إنساني وعسكري على مدار السنين السابقة بؤرة الصراع الحالي محافظة مأرب حيث شنت ميليشيا الحوثي هجمات على عدة مناطق فيها ورافقت ذلك بقصف عشوائي استهدف مدنيين وأوقعهم بين قتيل وجريح هجمات حوثية لم توقفها دعوة وكيل أمين العامل للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارك لوكوك إلى إيقاف التصعيد في مأرب ولم تراعي تدعيات هذا الهجوم الذي ينذر بكارثة إنسانية جديدة تعمق أزمات الفقر واللجوء أكثر فأكثر أمام هذا التعنت الحوثي رفعت قوات الشرعية من استعداداتها العسكرية وشنت هجمات معاكسة في جبهات محافظة مأرب وتعزو حجة مدعومة بضربات للتحالف العربي ما خلف بحسب مصادر رسمية أكثر من 250 قتيلا من ميليشيا الحوثي في معارك تعد هي الأعنف في العام الحالي وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي قال إن الشعب والقوات المسلحة عازمون على استكمال معركة استعادة الدولة ودحر الميليشيات الحوثية ودعمتها إيران وتحرير الشعب اليمني من الجرائم والانتهاكات والمعاناة التي تفرضها ميليشيات التمرد والإرهاب موضحاً لا خيار أمام الشرعية سوى العمل المسلح مع ميليشيا لا تؤمن بلغة الحوار ولا تحرص على مصلحة اليمن وخلافاً لسير العملية العسكرية تتعثر المفاوضات السياسية وتبدل أمم المتحدة موقفاً لا يرتقي إلى حجم الكارثة الإنسانية في ظل تماهي بعض قراراتها مع رغبات ميليشيا الحوثي والإصرار على التعامل معها كطرف يمني رغم أنها أداة واضحة المعالم بيد النظام الإيراني